تخوض الفصال الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور قطاع غزة هذا وعلنت حرقة حماس تمكنها من تدمير ستة آليات إسرائيلية متوغلة في شرق حي الطفاح بمدينة غزة وفي شمال مخيم البريج بوسط القطاع بقضائف الياسيم 105 كما أكدت الحرقة تمكنها من استهداف قوات إسرائيلية راجلة في عدد من المحاور فضلا عن قنص جندي وتفجير فتحة نفق بعدد من جنود الاحتلال على جبل الرئيس شرق حي الطفاح